تحديات مزمنة ومستمرة تقف حائلة دون تحقيق طموحات الشباب العراقي هكذا لخص صحيفة الجارديان البريطانية حياة شباب بغداد مؤكدة أن هؤلاء الشباب نشأوا ولا يعرفون سوى الحرب بعد عشرين عاما على بدء الغزو الذي قادته الولايات المتحدة وما عقب ذلك من سنوات العنف والقتل الطائفي وظروف أمنية متدهورة راح ضحيتها نحو ثلاثمائة ألف مدني منذ عام 2003 الصحيفة بيّنت أن أكثر من نصف سكان العراق هم دون سن الخمسة وعشرين عاما وفقا للبنك الدولي أحد أصغر سكان العالم شبابا يعانون من اليأس بسبب صعوبة الحياة ما جعل العديد منهم يختارون طريق الهجرة والبدء من جديد في مكان آخر نتيجة تفاقم أعداد البطالة جراء الفساد الحكومي المتفشي في البلاد وأفشل النظام السياسي الطائفي الذي قمع تظاهرات تشرين عام 2019 في حملة حكومية وحشية أسفرت عن سقوط أكثر من خمسمائة شخص وإصابة الآلاف الجارديان أشارت إلى أن الشباب العراقي يعاني صعوبة الحياة وقساوة الظروف المناخية من الجفاف والعواصف وندرة المياه وكلها أسباب الرأة الصحيفة أن هدت إلى زيادة نسب الفقر والبطالة بين أفراد المجتمع والأسيام الشباب وسط فشل السياسات الحكومية في إيجاد خطط حقيقية لإنعاش الاقتصاد وتوفير بيئة صحية للشباب في ظل غياب فرص العمل لهذه الفئة التي اتخذت التظاهر والاحتجاج بين مدة وأخرى وسيلة للمطالبة بحقوقها الضائعة بين محسوبية وفساد الأحزاب والحكومات المتعاقبة